السلام عليكم مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنقدم لكم وصفة مذهلة لتبييد الاسنان بحيث هناك منتوج منزلي معروف يمكنه احداث المجهزة في تبييد الاسنان وهو بيكربونات الصودة بحيث انها تساعد على ازالة بقع الشاي والقهوة والاسفر الموجود بالاسنان بالنسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الوصفة نحتاج الى نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودة الموجودة في الصيدلية ونحتاج الى قطرات من عصير الليمون بالنسبة لطريقة التحضير نقوم بمزج بيكربونات الصودة مع القليل من عصير الليمون ونقوم بالخلط حتى الحصول على عجين يمكن وضع هذه العجين على اسنانك بواسطة فرشات الاسنان او بواسطة الاصبع قم بتنظيف اسنانك بالفرشات لمدة دقيقة او دقيقتين ثم قم بتنظيف اسنانك بالفرشات كما تفعل عادة ولكن ركز على وصول الفرشات الى جميع الشقوق والفراغات الموجودة في اسنانك لا تقم باستخدام الفرشات لأكثر من دقيقتين حيث ان بيكربونات الصودة يمكنها الاضرار بطبقة الميناء التي تغطي الاسنان تأكد ايضا من عدم استخدام حركة جانبية مضرة واستخدام الفرشات باتجاه عمودي فقط بعدها قم بغسل فمك باستخدام الماء او غسول الفم قم كذلك بغسل فرشات اسنانك جيدا قم باستعمال هذه الوصفة كل يومين لمدة اسبوعين فقط وبعدها توقف نهائيا عن استعمال هذه الوصفة اشتركوا في القناة باش يوصلكم ديما جديد القناة زروا الموقع ايضا موقع شهوتي الى اللقاء الى فيديو قادم حلقة قادمة باذن الله اشتركوا في القناة